خلينا نبص بشكل عام يعني حتى لو الإطار احنا برضو أحيانا نحتاج للإطار الكوميدي يعني خليني أقول مثلاً إنه ميراتي مدير عام طبعاً الأديب الكبيرة عبد الحميد جودة السحار فيلم مهم ولكن يتقدم بشكل كوميدي فإذاً أنا ممكن حتى أتناول قضايا مهمة فيها لايت كوميدي توصل برضو توصل الرسالة ده أكيد احنا كل أفلامنا القديمة كان دايما يبقى فيها مضمون أم العروس كان فيها مضمون الشرديد الخطورة فكرة تجهيز الفتيات وفكرة المعاناة الشديدة إن أنا أقدر إزاي أبقى شوفي تنبأ بالنمط الاستهلاكي من قبل ما يحصل ده أصلاً صحيح من قبل الانفتاح ولا هي قوة الموظف يتحمل إيه بالزبط كده فأنت ساعات الدراما بتسبق الحكاية بكتير جداً من قبل ما يحصل التمخض السياسي ده أو الانقلاب أو حالة التحول هو ده ميزة الدراما إن أنا برمي سبوت خدوا بالكوا إن إحنا رحين لفين فالكوميديا بتبسط الموضوع أكتر وأكتر من غير ما أقول كلام قوي وكليشيهات وحاجات لا أنا بخلي الموضوع يبقى من تحت الجلد ولا هي مادة جذب أنا كمان هل أنا هنا ببقى عايزة ودي رسالة للمجتمع أنا عايزة شد المشاهد بدل مفضلة تديله عارفة اللي هي الدروس المستفادة فيزهق مني والناس برضو علاقتها بالمسلسلات علاقة فيها متعة وترفيه درجة الأولى وهل هي بردو ذكاء إن أنا فتر فيها حط الرسالة اللي أنا عايزة وبالذات لما الشعب الموضوع تحديدا هو زي بيقوله ابن نقطة أو شعبي بيحب الدحك جد ملناش في النكت صح ما بنحبش الهموم والحاجة أول ما تلاقي حاجة دارك أو غمقة الشعب أوتوماتيك بينفر منها ملناش في كده فبالتالي أبسط حاجة تخش قلبنا هي فكرة الكوميديا والدحكة الحالوة وعشان كده أظن إن إحنا بنشتاء لما بيبقى فيه سيزون ما فيهوش كوميديا لا بيبقى الموضوع قاتم وسفيد السنة دي خلينا نقول برضو من الدراما النسائية خيقول نيلي كريم اللي اعتدنا أنه نيلي بتقدم موضوعات مهمة والحقيقة بقالها كذا سنة بتعمل موضوعات تقيلة يعني أمل فتن حربي السنة الفاتت كان عندها الميراس في السعيد السنة دي قررت تروح حتة تانية خالص وتعمل فراولة حاجة كده فراولاية بس حاجة دماء خفيف نيلي قالتلي أنها بتكلم عن الطاقة يعني يعني وطبعا معيها يعني مش معقولة يعني شيماء سيف دي أصلا صزيعة يعني حاجة كوميدي بس نيلي قالتلي أنها بتتكلم على الطاقة الإيجابية وعن الطاقة وده موضوع حلو ده رسالة اليومين دول لأن في وسط الأحداث اللي بتحصل عالميا وسياسيا ودوليا أنت ما قدامكيش أي سلاح آخر غير التفاقل غير أن بكرة أحسن لأن دي في حد ذاتها طاقة جذب صحيح فإنها تعمل ده كمان جنب صنع البهجة فأنت هنا عملتي بالانس الرجل والست الثنين بيضعوا جنب عتبات البهجة هي كمان فأنت الاثنين بتقدمي أو بتجذبي الطاقة الإيجابية والتفاقل والمحبة والضحكة الحلوة فأظن أنها رسالة حد ذات فكرة بس تعالوا تعالوا هندحك وكده بس تعالوا سمعوا